دلوقتي على البحر طلعين مع الولاد عشان نعمل لصيمة وتعرفش لصيمة فهي أشهر أكلة شعبية في العريش تعالوا قريكو اللصيمة بتتعمل إزاي؟ يا مبيلة في البداية الشباب بدأت تجهز الحطب وتولع النار ودي أهم حاجة في الموضوع وهتعرفوا ليه شوية كده والنار لسه بتولع بيحطوا البتنجان عشان يستوي كويس قوي وبعد كده بيحطوا الطماطم برضو عشان تستوي شوية مع البتنجان بعد شوية ماهر بدأ يطلع البتنجان الليستوي وبقى جاهز كل واحد في الشباب بيكون ليه دور معين اللصيمة بتبقى عبارة عن بدنجان وطماطم وفلفل وبصل وبتحط عليها طحينة وزيت زتون وأهم حاجة اللبة وهتعرفوا هي ايه شوية كده هنا عبدو كان بيجاهز الطماطم وبيقشر البتنجان الليستوي والناحية التانية محمد مجدي كان بيعمل اللبة وهي يعيش بدي أصمر بيتحط عليه شوية ملح ومية وبدأ يأجينه عشان يبقى جاهز بعد ما بيجهز بينزل يستوي في الرماض وبيتغطى كويس بالحطب وبعد كده بيتقلب على الجنب التاني ويطلع ما فيهوش ولا زرة رمل ولا حتى حتة فحم أول ما يطلع بيبدأ يتقطع حتة صغيرة خالص وهتعرفوا ليه دلوقتي بس عملوا لايك وتعالوا نكمل هنا البتنجان والطماطم والفلفل اتقطعوا بيتفرموا مع بعض كويس قوي وكل حاجة هنا تتعمل بالإيد والناس دي كلها واسقين جدا في عبدو ننزل بقى بالعيش اللي اتقطع على الخليط ده وننزل عليه بالضحينة وزيت الزتون ورشة ملح وأهم حاجة أن زيت الزتون يكون كتير كده اللصيمة جاهزة تتاكل تسمي اللبقة وتدخل بإيدك تاكل وسط الرجالة وعيب قوي لما تسأل على معلقة دي عادته تقاليد ولازم تحترمها دي كانت أول مرة في حياتي أجرب اللصيمة تسلم إيد الرجالة على العزومة الحلوة دي وأتمنى أرجع لعليش تاني قريب ترجمة نانسي قنقر